حسيبة اليوم التقس على الأقل بالعاصمة لا ندري بالنسبة لولاية الوطن ستتحدثين عنها لكن اليوم وكأنه رابعي بالفعل هاجر نقول صباح الخير مشاهدين الكرام هاجر يعني بالفعل أجواء رابعية تعيشها أغلب ولايات الوطن في استثناء المناطق الشرقية بعض القطرات من الأمطار يعني هذا الأجواء الرابعية المستقرة والجميلة إن شاء الله تستمر إلى غاية يوم الأحد بحول الله وهذا يغال على أغلب ولايات الوطن في انتظار إن شاء الله هناك اضطراب جوي ناشيط الفعلية حنقولون بشروا كل الفلاحين خاصة الفلاحين منتظروا في تساقط الأمطار حتكون هناك كمية أمطار معتبرة إن شاء الله راح تميز أغلب المناطق الشمالية بداية من يوم الاثنين وهذا إلى غاية يوم الخميس المقبل بحول الله حتكون كمية أمطار معتبرة بحول الله نعود الآن لتوقعات التقس لظاهرة اليوم السبت بحول الله مثل ما نشاهد في الصورة راح تكون الأجواء جميلة مشمسة مستقلة وربيعية تميز أغلب المناطق الغربية حتى المناطق الوسطى باستثناء بعض الصحب الخفيفة اللي تكون دون فعلية راح تخص المناطق الشرقية بالجنوب تبقى دايما الأجواء العموم غائمة جزئيا على أغلب المناطق الجنوبية مع تمركز نوعا ما بعض الصحب الكثيفة مثل ما نراحظ في الصورة وذلك على كل من المنطقتين إليزي جانت حتى على منطقة تمنرس دواب رمية أيضا تبقى دايما تنشط على منطقة بشار كذلك على غردايا وصول إلى غاية منطقة ورقلة حتى على عين صالح فيما يخص درجات الحرارة القصوى اللي نسجلوها لظاهرة اليوم بحول الله تكون درجة حرارة لطيفة وفصلية تميز أغلب ولايات الوطن مثل ما نشاهد في الصورة راح تروح ما بين 14 درجة حتى 21 أو 22 درجة على أغلب المناطق الشمالية وتكون ما بين 20 إلى غاية 31 درجة على المناطق الجنوبية بالنسبة لتوقعات التقص لمساء اليوم بحول الله مثل ما نشاهد في الصورة إن شاء الله تكون ليلة هادئة مستقرة وصافية مثل ما نشاهد في صورة تميز أغلب المناطق الشمالية حتى على المناطق الجنوبية بالنسبة لدرجة حرارة نسجلوها اليوم في الليل إن شاء الله هي الأخرى إن شاء الله تقادمها في المعادة الفصلية تكون الأجواء نوعا ما باردة ليلا خاصة على المناطق الداخلية مثل ما نشاهد في الصورة تروح ما بين 3 درجات فقط إلى حوالي 8 درجات على أغلب المناطق الداخلية ما بين 9 إلى 11 درجة على السواحل الوطنية بالجنوب أجواء دائما تبقى باردة خاصة على شمال الصحراء تروح ما بين 8 درجات إلى حوالي 11 درجة على شمال الصحراء أما بباقي المناطق الجنوبية تروح ما بين 12 درجة إلى 14 درجة على أغلب المناطق الجنوبية أما بالنسبة للملاحة والصيد البحري كالعادة سيكون البحر إن شاء الله سيكون بحر جميل وفق رياح جنوبية غربية ستروح سرعتها ما بين 20 إلى 30 كم في الساعة أما على السواحل الوسطى سيكون بحر جميل إلى قليل اضطراب وفق رياح غربية إلى شمالية غربية ستروح سرعتها ما بين 20 إلى 30 كم في الساعة في حين على السواحل الشرقية سيكون بحر مضطرب وفق رياح غربية إلى شمالية غربية راح تروح سرعتها ما بين 20 إلى 30 كيلومتر في الساعة هذا ما كان لديها هاجر فيما يخص توقعات الطقس للهار اليوم وظهيرة ومساء اليوم السبتة بحول الله منقول لكم مشاهدين يوم سعيد إن شاء الله وعبد إليك هاجر